اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم ربما يستن دعا كما سيعمله هناك منهم من يبيع لحم الخنزير ومنهم من يبيع الخمر ولا يتورعون لنهاده ويتعاملون بالربا يضع نقوده في الربا ويأخذ أرباحها فالمؤمن لا ننصح بالذهاب إلى هنالك بل بعضهم نفر عن الإسلام نفر عن الإسلام من الناس ضراجت به من الدنيا من هؤلاء الملاحدة ومن النصارى يريدون الإسلام لكن يرون المسلمين الإسلام يحرم السرق وهم يسرقون الإسلام يحرم شرب الخمر وهم يسربون الخمر الإسلام يحرم الزنا وهم يسربون وهم يزنون وهكذا لكن من ابتبه بها ولا فليقول لهم ان الاسلام بريء من هذا وانما هو فسقت المسلمين الذين لا يلتجمون بكتاب ولا سنة النصيحة نعم ان ننصحه بطلب العلم ويحذر كل الحذر من الذهاب الى هنالك فان المسألة قل من يسلم من المكاتب المحرمة الله عزيزان